اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم محمدان وزير شؤون القربة والماء على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لخفض نسبة انبعاثات الكربون من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات والمبادرات في اطار التزام المملكة بالوصول للحياد الصفرية الكربوني بحلول العام الفين وستين جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق والذي يقام في ابو ظبي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زيد الانهيان ولعهد ابو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي ونوه وزير شؤون الكهرباء والماء بهمية التعاون المشترك بين مختلف دول العالم في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة والمتمثلة في حماية كوكب الارض وتحقيق الاستدامة بما يتماشى مع المواثيق الدولية مع الاخذ بعين الاعتبار النهوض بالدول النامية مشيرا إلى أن مملكة البحرين تضع مستقبل الطاقة وتنمية الموارد والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية إضافة إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وإعداد البرامج والاستراتيجيات على المستوى الوطني لتحقيق الاهداف المرجوة من خطة مملكة البحرين للطاقة المتجددة وخطة كفاءة الطاقة ولفت أحمدان إلى أن مملكة البحرين تحرص على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة نسبة موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص على النطاق الوطني والإقليمي حيث تعد الشراكة ركيزة لاستراتيجية وزارة شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين بما يباكب التحركات العالمية في هذا المجال بالغ الأهمية وأشار أحمدان إلى أن مملكة البحرين تدرس بشكل دائم حلولا مبتكرة نوعية بشأن المساحات ومحدوديتها مشددا على حرص الوزارة على تنفيذ التوجهات الحكومية من خلال اعتمادها سلسلة من المبادرات لخفض مستوى الكربون من أبرزها الدفع نحو تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والتوعية بأهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة وترويج لها